من جانبه أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أكد أن ميثاق العمل الوطني يمثل وثيقة جامعة رسمتها رؤية ملك حكيم بشأن حاضر ومستقبل وطن وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة في كلمته خلال افتتاح ندوة المواطنة في الميثاق الوطني بمنتدى أصيل الثقافي الدولي في دورته الأربعين والتي نظمها المنتدى بتعاون مع مركز دراسات وبحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمفكرين من مملكتي البحرين والمغرب قال إن الميثاق الوطني كبنيان ومضمون وفلسفة أرسى قواعد الدولة المدنية العصرية وحقوق المواطنة وفق مشروع حضاري وتحديثي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وجسد انطلاقة وعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وأوضح رئيس مجلسي أمناء مركز دراسات أن إقرار الميثاق بإجماع شعبي منقطع نظير وغير المسبوق شكل حدثا فاصلا ومحوريا في تاريخ مملكة البحرين والمنطقة حيث تضمن المقومات الأساسية للمجتمع وكفالة الحريات الشخصية والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة وتحديد الأسس والمنطلقات الاقتصادية وتابع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة قائلا الميثاق مشروع وطني ذاتي متكامل الأركان يلبي التطلعات الشعبية تم بموجبه تعديل الدستور وإعلان المملكة الدستورية وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة بالأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية وجرى استكمال المؤسسات الدستورية وإطلاق الحريات العامة وتأسست الجمعيات السياسية ونشطت مؤسسات المجتمع المدني بمؤذرة تمكين وشراكة المرأة سواء بالمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية والأسرية أو تبوء أرفع المناصب في الداخل والخارج وهناك سلسلة طويلة من الإصلاحات والنجاحات في مجالات الخدمات الأساسية وإطلاق المبادرات على مختلف المستويات موضحا أن الميثاق ساهم في نجاح مملكة البحرين في التغلب على تحديات عدة نعتز في مركز البحرين الدراسات السراتيجية والدولة والطاقة دراسات بتنظيم ندوة خاصة بالتعاون مع مؤسسة منتدى أصيلة على هامش الدورة الأربعين لمنتدى أصيلة الثغافية الدولي هذه الندوة التي ستتناول موضوع المواطنة في مثال العمل الوطني في مملكة البحرين وكيف أرست دعام الدولة المدنية العصرية واستعراض فلسفة مثال العمل الوطني في مملكة البحرين وكيف ساهم في دعم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة نشارك في هذه النخبة من الباحثين والمفكرين والمسؤولين من البلدين الشقيقين ونتطلع لمشاركة فاعلة منهم لاستعراض هذه التجربة الرائدة في منطقة الوطن العربي والعالم أنا في تصوري بأن مشاركة البحرين ليست مشاركة جديدة وإنما مشاركة منذ بداية تأسيس مهرجان أصيلة الثقافي وأيضا نشارك في كثير من المهرجانات في المغرب العربي ونحن في اعتقادي بأن هذه المهرجانات الثقافية تعكس اهتمام وتقارب بين الشعوب العربية وفي تصوري أيضا بأن مهرجان أصيلة أصبح على مبارزة في عالم الثقافة والإبداع أعتقد أن الإشكاليات المرتبطة بالحقوق السياسية مرتبطة بالمواطنة أعتقد من المواضيع الجادة ومن المواضيع التي يمكن معالجتها بمقاربات متعددة بمقاربة سياسية بمقاربة حقوقية وأعتقد أن اليوم كان هناك تدخلات أجابات عن هذه الإشكاليات المرتبطة بالحقوق السياسية وبحقوق المواطنة خصوصا وأن هناك مواضيع مرتبطة بتحديات العالمية ومرتبطة كذلك بالأولامة ونعتقد أن هذه المنتدايات التي تجمعهم بين الأشقاء البحرينيين والمغاربة هي تعبر عن هذه العلاقات الاستراتيجية بين المملكتين